أعربت الصين عن خيبة أمل عميقة حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقد لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية بشأن ما يحدث في فلسطين من تصعيد للعدوان وصرحت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ أن الصين تشعر بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن قضية الفلسطينية داعية المجلس الدولي إلى القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم